السلام عليكم معكم دكتور سيف الاسلام النهاردة كلامنا عن اهم الفيتامينات واهم المعادن الضرورية لرفع كفاءة الجهاز المناعي عندنا مركب الزينك من المركبات المهمة جدا بس مشكلته ان هو لازم يتاخد بشكل يومي بشكل خارجي لان هو ما بيستخزنش في الجسم عندنا الحاجات الطبيعية اللي موجود فيها البيض السمك عندنا موجود في اللبن موجود في اللحوم فموجود في حاجات كتير جدا طبعا ممكن ندي بشكل خارجي وعندنا مركب حلو جدا اسمه الفيتابيلا ده عبارة عن شوكولاتة ممكن الطفل ياخد منها معلقة ومعلقتين كل يوم نتائجه كويسة جدا من بعد سنة وعندنا طبعا مركب الحديد من الحاجات الكويسة جدا والجميلة المهمة جدا لرفع كفاءة الجهاز المناعي طبعا موجود في البيض والسمك واللحمة وطبعا المصدر الحيواني اهمهم ولكن ممكن ندي بشكل خارجي وعندنا حاجة كويسة جدا اسمها الفيروبيلا برضو شوكولاتة بتتاخد بعض عمر سنة ممكن ندي منها معلقة ومعلقتين حسب سن الطفل اتمنى اكون في التوكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة